وقالت القناة الإسرائيلية أيضا بأن هذه التصريحات خلفت صدمة كما قالت لدى المسؤولين الإسرائيليين ولكن ما جدوى التصريحات والكلمات والتعاطف هذا الذي يظهره بلينكين فجأة تجاه أطفال فلسطين إذا لم يقترن بضغط حقيقي على إسرائيل كلما زار الرجل المنطقة وهذه زيارته الخامسة أعتقد كلما زادت الخطاب الإسرائيلي باتجاه العنف واتجاه التهديد الآن يهددون باجتياح رفع وكأن بلينكين يزور المنطقة الصحية حرافعاً لواء السلام ولكن في الحقيقة لا يفعل شيئاً هنا ربما تكون تصريحات مقدمة إلى إمكانية استخدام النفوذ الأمريكي في الضغط على نتنياهو المعضلة الأمريكية أن لنتنياهو ليست مشكلة سياسية ما يحدث الآن ولا مشكلة أمنية بقدر ما هي مشكلة شخصية يخوض الحرب في قطاع غزة وهذا أشارت إليه استطلاعات الرأي في إسرائيل أكثر من 50% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يخوض الحرب لأسباب شخصية وهي متعلقة بمحاكمة المتواصلة وبالمحاسبة العسيرة التي ستنتظر ليس فقط متنياهو بل كافة قادة المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في إسرائيل بعد إخفاق السابع من أكتوبر وما تبعه ذلك حتى الآن في الإخفاقات المتتابعة في الحرب في غزة فهذا يضعف الموقف الأمريكي وربما قد يدفع في نقطة ما إلى استخدام الضغط الأمريكي عبر التلويح بربما وقف الدعم سواء العسكري أو المالي وحتى السياسي إذا ما ذهبت الأمور إلى قرارات في مجلس الأمن إذا رأت الإدارة الأمريكية أن نتنياهو لن يستجيب لجهود الوساطات ولا للموقف الأمريكي الذي يبحث عن تهدئة سريعة للموقف ما لانحياز طبعا لانحياز الأمريكي التام والجميع يدرك ذلك أن بلينكين في زيارته الأولى عندما قال هو أتى إلى إسرائيل بصفته يهوديا وليس بصفته وزيرا للخارجية الجميع يدرك ذلك لكن في الوقت نفسه الولايات المتحدة لديها مصالحها الخاصة لديها مصالح ومخاوف من التساع رقعة الصراع والمواجهة في المنطقة اليمن العراق الآن سوريا بهذه الضربات وغيرها وداخليا أيضا الضغط الداخلي مع اقتراب الانتخابات الأمريكية يعني كانت هناك تكهنات عديدة حتى منذ أسابيع بأن الموقف الأمريكي مع كل هذه العوامل قد يتغير باتجاه مزيدا من الضغط على إسرائيل ولكن حتى الآن هذا لم يحصل يعني هذا ما اعتدنا عليه من المعروف حتى لدى الخبراء الاستراتيجيين وربما نذكر التقرير ماشماير وولت قبل 15 عاما عندما قال إن السياسة الخارجية الأمريكية تقدم مصالح إسرائيل على المصالح الأمريكية وتسبب الضرر للمصالح الخارجية الأمريكية تحديدا وهذا النهج تقريبا لم يتغير حتى الآن ولاحظنا كل ما حاولت إدارة باديم ترميمه بعد الضرر الذي تعرضت له في ظل إدارة ترامب الحرب على قطاع غزة دمرته تماما في النظرة إلى الولايات المتحدة الموقف من الولايات المتحدة في الحرب هذه الدعم التام لإسرائيل الآن يحاولون ربما ترميم بعض هذه الأضرار لكن التصعيد في المنطقة التصعيد في اليمن والعراق وسوريا وإمكانية حتى إدخال إسرائيل في مواجهة مع مصر ولذلك رأينا اليوم بعض التصريحات التي تحاول من خلالها إسرائيل الطمأنة بأن العملية في رفح وتحديدا فيما يسمى محور فيلاديلفيا لن تكون إلا بعد التنسيق مع مصر أو التوافق مع مصر عليها هذه كلها مخاوث أمريكية وتأتي ربما بضغوط أمريكية وهذه هي النقطة التي قد يختلف بها الأمريكيون مع نيتانياهو وقد يدفعهم إلى تغيير السلوك المؤيد لإسرائيل بشكل كبير حتى الآن وتخفيف هذا أو التلويح بإمكانية تغيير هذه السياسة